السلام عليكم في الفيديو ده هنعمل فتشر رطيفة جدا وهي الفيديو كول ان انا اخلي اتنين يوزر يتكلموا مع بعض فيديو كول طيب تعالوا كده نشوف ايه اللي محتاجينه عشان اعمل الفيديو كول في البداية المفروض ان انا اقدر اوصل للقامرة بتاعت اليوزر ان الموقع بتاعي يقدر يوصل للقامرة بتاعت الجهاز عشان اقدر ان انا اخد صور اليوزر او اصور اليوزر الاولاني طيب جميل اول حاجة محتاجة ان انا اوصل للاجهزة اللي متوصلة بالجهاز والاجهزة اللي متوصلة بالجهاز اليوزر ليه القامرة والمايك طبعا بعد كده المفروض ان انا اخد كل القامرة بتصوره وابعته اليوزر التاني عشان اليوزر التاني اعرضه عنده في الصفحة ويقدر يشوف يبقى انا كده ربطت الاثنين يوزر ببعد عشان اعمل الكلام ده باستخدم حاجة اسمها ويب ار تي سي ويب ار تي سي ار تي سي اختصار اختصار ريال تايم كميونيكيشن لو دخلت على ويب ار تي سي دوت اورج هيقولك ويب ار تي سي از افري اوبين برويجكت ذا بروفايدز براوزر او مباير ابليكيشنز ويز ريال تايم كميونيكيشنز ده اللي بيمكنك ان انت تعمل ريال تايم كميونيكيشن او تخلي اتنين يوزرز يتكلموا ببعد عن طريق الويس كول او الفيديو كول الويب ار تي سي دي مش مكتبه دي عبارة عن تيكنولوجي التكنولوجي دي عشان انت تعملها او عشان تحققها عندك في الابليكيشن بتاعك بتستخدم مجموعة من الابي اي ايز الاي بي اي دي اي بي ايز موجودة جوه اللغة موجودة جوه الجواسكريبت بتمكنك ان انت تعمل الحاجات اللي احنا قلناها من شوية ان انا اخد اقدر اوصل الاجهازه بتاعت الويوزر اللي هي القامرة والميك عشان نقدر اجيب منهم البيانات اللي دخلها لهم لان القامرة والمائك دول اجهزة ايمبوت المائك بيدخل صوت والقامرة بيدخل صورة فنقدر اخد البيانات اللي دخلة للقامرة والمايك وابعتها لليوزر التاني عشان نقدر اوصل للبيانات اللي دخلة للقامرة والمايك أو اوصل للقامرة والمايك عامة بستخدم حاجة اسمها MediaDevices.GetUserMedia مديا يعني اكواد يعني ان Dimit количество سيطرن ميديا استريم ده الحاجي يدخلها للقامرة ومايك و عندما تكون كنا نقوم بفعل صورة او داخل لالمايك صوت للسوت يعبر عن يعني اكواد يعبر عن استريم يسمون كده استريم بولك هنا بترجع لك برو ميسا و ايا كان كنا نشوف الكود نشاجل المثال ناخده الداتة اللي دخل ل القامرة ومايك و بعدها ل يوزر الثاني انا كده محتاج ان انا اعمل connection بين الاثنين يوزر دول عشان اعمل connection بين الاثنين يوزر بستخدم حاجة اسمها RTC Bear Connection بير مصطلح بير معناه client هو هو معناه client ممكن هتسمع كتير قوي في عالم الويب RTC حاجة اسمها bear to bear bear to bear معناه client لclient جهاز لجهاز user لuser كل الحاجات دي نفس المعنى كل المصطلحات دي نفس المعنى بتشاور على client بتاعك بكلمة bear بتشاور على client بستخدم انا bear connection عشان نعمل connection بين الاثنين client بتوعي وبستخدم اخر حاجة اسمها RTC data channel data channel دي اللي بتمكننا ال data من اليوزر للتاني من اسمها كده قناة قناة بنقل من خلالها data بين الاثنين users بتوعي طيب الرتي سي بير connection وال data channel اللي اتنين دول هندمجهم او نقتصرهم في مكتبة اسمها bear js المكتبة دي بتسهل التعامل مع ال bear connection وال data channel انا باخد الحاجة من المدة الدفايس بتاعي وببعتها لل bear js وهي بتبعتها لل client التاني او على حسب بقى الكود اللي انا بعمله طيب تعالوا بقى نبدأ ندخل في مرحلة التفكير في الكود اول حاجة انا عملت هنا الزرار بتاع الفيديو كول نشوف بقى ازاي ابدأ اعمل الفيديو كول نفسه طبعا اول حاجة المفروض ان انا اعمل connection بين الاثنين users بتوعي او اجيب ال data من اليوزر اللي هي القامرة والمايك واعمل connection بين الاثنين يوزر وان ال البيانات في خلال ال data channel بتاعتي تعالوا نفتح ال bear js documentation ونقرأ المكتوب فيها لدخلت على bear js.com هيجب لك ال documentation بتاعتي هي بسيطة جدا هي class الصفحة دي المهم بقول لك هنا كده اول حاجة بتعمل include المكتبة انك بتاخد تاج ال script ده وبتحط عندك في ملف ال html فانا اجي كده ااخد تاج ال script وحط عندي في ملف ال html هنا كده في ملف ال ejs بتاعي هيجي في النهاية خالص قبل ال chat.js وقبل بقى هتقس ال init يعني نجمع المكتبات كده فوق يبقى عندي اول حاجة مكتبة السوكت وبعدين مكتبة ال bear js اخد اللينك كده قبي عشان استدعى المكتبة عندي في الموقع طيب بعد كده بقول لك create a bear object ال bear اللي هو ال client بتاعك ده اللي بمكنك انك توصل اثنين bear ببعض بقول لك عشان تعمل create the bear object بتصدم كونستركتور اللي هو ال bear فهتقول له new bear وبتدله هنا ال key لو قررت هنا بقول لك the key we are passing into the bear constructor is a bear server cloud API key you can use our for now but you should sign up for your own free key بتعمل sign up عشان تجيب الفري كي بتاعك بقول لك بير use bear server or for session meta data and مش عارف ايه طبعا الكلام ده انت ممكن تقرؤ طيب انا لي مني ان انا اخد بس ان انا هقول له اعمل object من الكنستركتور اللي هو اسمه bear فانيجي نعمل ال object بتاعنا في ملف الجواسكريبت الخاص بالشات هاجي في الاخر خالص يبقى كل الحاجات اللي فوق دي خاصة بالشات نفسها وكل اللي تحت خاص بالفيديو شات طبعا انا هنا اعملت رس الزرار بتاع الفيديو كول وديته id اسمه call button وجيت هنا اعملت له select وحفظته variable اسمه call button اعملت له select عن طريق document.getElementById طيب نيجي انا بقى هولو اول حاجة let bear بيساوي new bear والمفروض بقى ان انا اديله ال object بتاعه او ممكن ما اديلهش ال object بتاع ال configuration ده يعني دلوقت الحد اعمل انت بقى sign up وادخل هات ال API key بتاعك طيب جميل بعد ما اعملت ال bear اعمل حاج بيقول لك ايه بيقول لك هنا every bear object is assigned a random unique id when it's created يعني بيقول لك كل bear انت بتعمله بيبقى ليه unique id محدد والايد ده هو اللي انا بستخدمه عشان اعمل connection بين اتنين بير يعني لما اقول لبير بتاعي او client بتاعي اعمل لي connect ببير تاني لازم اديله ال id بتاع ال bear التاني ده فمهم جدا ان انا اعرف ال id بتاعي عشان اقدار بعد كده ان انا اخذ ال id ده او بتعمل create للبير بتاعك عبارة عن function ال callback function بتاعتك بتاخد براميتر واحد وهو ال id فنهاجي هنا كده هو اعرف variable هسميه bear id ومش هتديله اي كيمة اقول له ان الكيمة بتاعتك بنل الكيمة ابتدائية وهاجي هنا هقول له bear dot on open event بتاعي اللي هو open هاخد ال id وهقول له ان ال bear id بيساوي id نغير d دي نخليها small يبقى انا كده جبت ال id بتاعي وحفظته طيب جميل نيجي بقى نشوف الكلام الفعلي ان انا هبصل الاثنين bears ببعضة او الاثنين client هعمل الكلام ده ازاي انا عندي ال id واليوزر الثاني عنده ال id طيب لو انا عايز اتوصل به لازم اعرف ال id بتاعي اليوزر الثاني ده طيب عشان اجيب ال id اجيبه ازاي المفروض اقول له يا عم اليوزر لو سمحت اديني ال id طيب اكلم ال user ده ازاي انا عايز ابحث حاجة لليوزر التاني والحاجة ده تبقى real time ان انا ابعت له اقول له هاتي ال id بتاعك في اديني ال id وان عشان اتعمل مع ال real time فانا هستخدم Socket I-O فانا هاجي هنا كده بكل بساطة هقوله Socket اعمل Imit Event هقوله Imit Imit Event هسميه مثلا Request Bear ID ده بتاعي بقوله اعمل Imit Event لRequest Bear ID بتاع اليوزر التاني طيب اجيب اليوزر التاني ده من اين؟ المفروض ان انا هاجي هنا في الشات اعمل Imit Event طيب وبعد ما اعمل Imit Event ابعت Request لليوزر التاني اقول له لو سمحت هات الايد بتاعك عشان فيه حد عايز يعمل Connection عليك فانا هنا بقى المفروض ان انا اعرفه ازاي هيبعت لليوزر التاني انا عارف ان الاثنين يوزر بتوعي موجودين جوا روم واحدة وهي الشات او روم الخاصة بالشات دي فانا ممكن اجي انا ودي له الشات اي دي بتاعي او ال ID بتاع الشات وده اللي اعمله Imit Event من ناحية السيرفر اقول له اعمله Imit للشات كلها او الوزر التاني بس فانا كده احتاج ان انا استثنيني استثني اليوزر الاولاني يعني من ال Imit بتاعي فقلنا عشان استثني اليوزر بستخدم ال Broadcast فانا اجي هنا كده وهقول له اعمل لي Imit للإيفنت ده و ادي له الشات ID طبعا انا كلا ممكن ادي له او اعمل Imit ال Friend ID ادي له ال ID بتاع ال Friend طيب اجيب ال Friend ID منين انا عارف ان هو موجود عندي هنا ممكن احفظه برضو في Input و اعمله Select من خلال الجواسكريبت و اعمله Imit من عندي بس انا هنا يعني استثنم حتة ID عشان اعمل حتة ال Broadcast و نشوف يعني وهي شغلة كده انا بقول له اعمل Imit ال Event اللي هو RequestBearID طيب انا هعمل Imit ال Event ده امتى المفروض لما اضغط على الزرار بتاعي فانا هاجي انا كده وهقول له call button .onclick بيساوي ال Function بتاعتي اللي تتنفذ قال له socket.commit RequestBearID طيب جميل جدا واجي انا بقى اقول له لما يجي لك Event اللي هو RequestBearID فاجي انا كده اقول له socket.on RequestBearID ونتأكد من الاسم هتاخد مني الشات ID وكل اللي انت هتعمله عايز ابعت لكل اللي موجودين في الشات مع عدل يوزر الحالي طبعا كل اللي موجودين اللي هو اليوزر التاني يعني مفيش الى اتنين بس فهقول له socket.broadcast.to الشات ID بقول له استثنيلي السوكت بتاعي وابعت للشات ID .emit Event اسمه مثلا GetBearID مثلا اي حاجة انا اسمي الـ event ده اللي هو GetBearID والمفروض بان انا اجي في الـ client وعمل له listen فاجي هنا كده واقول له socket.on لما يجي لك Event اللي هو GetBearID هتعمل ايه يعمل حاج هقول له هنا مفروض بان انا اخد الـ id بتاعي الـ BearID وابعته للسيرفر عشان يبعته لليوزر اللي طلبه مني فهاجي هنا كده واقول له socket.on getBearID socket.emit sendBearID مفروض برضو اعرفه هو هيبعته المين فهتدي له برضو الشات بتاعي الـ id بتاع الشات عشان برضو اعمله broadcast من ناحية التانية وادله برضو اللي هو الـ BearID فانا اجي هناك كده واقول له chat id والكيمة بتاعته هو chat id وعندك الـ BearID والكيمة بتاعته هي الـ variable اللي اسمه BearID جميل جدا يبقى لحد دلوقت نركز هو الموضوع مش صعب وممكن تتلقب بس ان في حاجات رايحة وحاجات جاية انا كل انا بعمله دلوقت لما بيضغط على الزرار بعمل request لـ BearID يعني الـ user 1 بيطلب الـ BearID بتاع user 2 فاروح للسيرفر السيرفر ياخد الطلب بتاع الـ user 1 ويبعته لـ user 2 يقول له get BearID فانا اجي عندي هناك كده الـ user 2 اقول له لما يطلب منك الـ BearID هتعمل ايه؟ ابعت له الـ BearID لما تطلقبتش نحاب نكب كله في ملف واحد ده طبيعي انت sender و receiver في نفس الوقت فاجي انا بقول له send BearID ونجي نعمله listen هنا اقول له socket dot on send BearID وعندي الـ data بتاعتي كله انا اعمله بها اقول له socket dot emit او لا socket dot broadcast dot to data dot chat id الـ id بتاع الشات انا اعرف الشات بتاعي انا احافظه في البروبارت اللي اسمها chat id وده اللي هي الروم بتاعتي اقول له dot emit socket emit in سميه receive uh beer id ودي له data dot beer id واجينا بقى اعمل listen لما البر id يجيلي هاجينا له socket dot on واسم الـ event بتاعنا receive beer id تعمل ايه خد من الـ id ونشوف بقى اللي انا هعمله ايه طبعا المفروض بعد ما اجيب الـ id اروح اعمل اتصال باليوزر التاني او اعمل rtc beer connection وال rtc data channel اللي هتبقى بيني وبين اليوزر اللي هيتنقل من خلالها الداتا هنشوف الكلام ده كمان شوي انا كل انا اعمله دلوقتي ان انا اقول له console.log الـ beer id او الـ id اللي جايلي بس ده كده كل اللي انا هعمله وعشان نتأكد ان الـ id اللي جايلي هو نفس الـ id بتاع اليوزر التاني فانا هاجي هنا كده وهقول له برضو console.log my id والـ id بتاعي نعمل بقى save ونجرب لحد هنا قبل ما نعمل اي خطوة زيادة نيجي هنا كده نعمل refresh user 1 و refresh user 2 نفتح الـ console نستنى شوية قال هنا الـ my id هو الـ bg7 وشوية صفار كده في الاخر وعندي هنا في الـ user 1 قال لك الـ my id هو 18R3 اجي هنا اقول له video call جاب للـ id الـ bg7 بتاع اليوزر التاني ولو جيت في اليوزر التاني قلت له video call قال لك 18R3 او 18R3 اللي هي بتاع اليوزر الاولاني يبقى انا كده قدرت ان انا اوصل للـ bg7 اي دي بتاعي طيب جميل نيجي بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده نكمل في الـ documentation بتاع الـ rtc قال لك you suggest تمام في عندي انا بقول لك data connection data connections ده لو انت عايز تنقل data رسالة عايز تبعط رسائل من خلال الـ bg7 طبعا ممكن استخدم الـ rtc ان انا بعت رسائل text مش لازم بس ان انا اعمل المكالمات ممكن ابعت رسائل عادي جدا بقول لك هنا هتقول لك هتقول له اول حدا beer.connect وتدي له الـ beer id بتاعك وفي الـ receive بقول لك الـ receive connection عشان تستقبل الـ connection بتاعك هتقول له beer.on connection والـ function بتاعك هتاخد الـ connect وهنا بقى ان انت تبعط data وتستقبل data عشان تبعط بيقول لك connect.send وعشان تستقبل بيقول لك connect.send on open لما تعمل open تعمل open الـ connection سواء انت تبعط او تستقبل هنا بقول لك تقول له on data تعمل listen على الـ event اللي اسمه data معنا ان فيه data جاء لك نيجي بقى له الجزء اللي يهمنا وهو الـ video والـ audio calls هنا بقول لك اول حاجة start call عشان تعمل start الـ call بيقول لك تعمل ايه؟ قال لك تعمل beer.call الـ beer بتاعك فيه عندك function اسمها call وتدي له dist beer id dist destination ده الـ id بتاع الـ beer التاني وبتدي له براميتر تاني وهو الـ media stream والـ media stream ده اللي بيجي من media device dot get user media قلنا الى ان هو بيرجع لي media stream طيب جميل يبقى انا المفروض بعد ما اجيب الـ id بتاع الـ user التاني اعمل ايه؟ اروح اجيب الـ data اللي عنده او او اوصل القامرة والـ mic بتوعي بتاع الـ user واحد واروح اعمل connection بيني وبين الـ user التاني فاول حاجة ازاي اوصل القامرة والـ mic عشان اوصل القامرة والـ mic قلنا نستخدم الـ media device dot get user media فاقول له هنا navigator dot media devices dot get user media ده عبارة عن function بتاخد مني object و الـ options بتاعتي او configuration ممكن تبحث عنها اكتر المهم اللي مني دلوقتي ان الـ object ده انا بحدد انا عايز ايه؟ انا عندي حتين المايك والقامرة هل انا عايز واحدة فيهم بس؟ ولا انا عايز الـ اتنين؟ انا هنا في الفيديو كول المفروض انها عندي الـ اتنين صوت وصورة فنا المفروض ان انا اوصل للمايك واوصل للقامرة لو انا عايز اوصل للمايك هقول له audio والقيمة بتاعته true audio و commit true طبعا القيمة ده ممكن تبقى object الـ object ده بيبقى configurations audio يعني انت مثلا جودة الـ audio حاجة زي كده اللي هي الجودة بتاعته الـ audio انت عايز تتحدد الجودة بتاع الـ audio عايز سبقى default هتقول له true و خلاص و عندي ثاني option الفيديو و اقول له انه هو true الفيديو برضو ممكن يبقى object بحدد منه الابعاد بتاعت الفيديو و الدقة بتاعته و الكلام ده كله و الجودة ممكن تبحث عن الـ get user media وتدخل على الـ mdn وتقرأ عنها اكتر وتشوف كل الـ options المتاحة فيها انا هنا عايز الـ audio و الفيديو بس انا في الدرسة انا اشتغل بالفيديو بس هوقف في الـ audio عشان التسجيل و الكلام ده ف انا اشتغل بالفيديو لكن انت و انت شغال لازم تحدد اللي اتنين الفيديو و الـ audio الـ function بترجعلي promise الـ promise هولي انا .zen و عندي .catch catch الـ error هاخد اطبعه في الـ console و انصر و خلاص طيب زين بقى الـ promise ده بيعمل resolve ولكنها بيعمل resolve لـ media stream ده الـ stream بتاعك الـ data اللي دخلها للجهاز سواء كان المايك او القامرة فهاجي انا اقول له خدلي الـ stream ده و ادخل على function و ننفذها و نشوف هنعمل ايه في الـ function انا كده جبت الـ stream بتاعي المفروض بقى ان انا بعد كده اروح ابعثه او اعمل connection بينه وبين الـ user التاني نجي نشوف الـ documentation عندنا قال لك عشان تعمل call بتقول له bear.call وتدي له الـ id و الـ media stream فانا يجينا كده وهقول له bear.call وتاخد منك اول حاجة الـ id اللي هو الـ id اللي جالي انا حافظه الـ variable اسمه id و الـ media stream بتاعي اللي هو الـ stream الـ variable اسم الـ stream كده انا عملت call بقول لك هنا بقى answer call عشان تعمل answer على الـ call اللي جاية هتعمل ايه؟ قال لك هتعمل listen على event اسمه call هاياخد منك call back function الفانكشن دي هي بتاخد منك براميتر واحد وهو الـ call اللي جالك فانا هاجي برا هنا خالص واقول له bear.on call خد مني الـ call وادخل عالفانكشن دي بتعمل ايه الفانكشن؟ برضو المفروض هتعمل call.answer وادخل الـ media stream فالمفروض برضو ان انا اوصل لـ media stream فهياخد الكود ده كوبي قال له هتلي الـ media stream طبعا واحد فيهم بس اللي هيشتغل لان يعني انا يا اما سندر يا اما رسيفر هنا بقى اقول له بدل bear.call هقول له call.answer وادخل الـ stream بتاعي انه هو ايه اللي هنا بتقول call.answer عشان تعمل answer للكول نكمل ونشوف بقى هون اقول answering should be provided the media stream representing the local video webcam or audio stream and can be obtained some browser specific version of navigator .get user media في عندي navigator.media devices .get user media وفي navigator.get user media الاتنين زيبعد ممكن تبحث عن الاتنين وتشوف كل واحدة بتستخدمها ازاي وبرضو حتيت الدعم في المتصفحات بقول لك answering a call the media stream is optional and if an arms provides then a one way call is established او الملحوظة دي بقى بقول لك لو انت مدتش media stream وانت بتعمل انصر يبقى انا بعمل one way يعني واحد بس هو اللي بيبعت للتاني يعني انا هشوفه لكن هو مش هشوفني وانت سيقول اذا establish its open property is set to true ايا كان بقول لك bear.call and call مشعرف ايه event provide a media connection object the media connection object itself emit a stream event whose callback includes the video audio stream and video here the otherこれ بقى الحتة دي مهمة جدا بقول لك لما بتعمل call في media stream connection او media connection object بعمل event ism stream event ده بياخد منك callback function دي بتحتوي على audio والفيديو stream بتوع اليوزر التاني يعني انا قلنا ان القامرة والمايك بياخده من stream سواء stream audio ويتخزن عندي اللي اسمه stream ده لما بعمل بقى call الكل دي بقولك بتعمل emit event اسمه stream الstream ده بيحتوي على stream بتاع اليوزر التاني وطبعا ده اللي انا استخدمه عشان اعرضه عندي في الصفحة فانا طبعا لازم اقدر اوصل اليوزر التاني فانا يجينا بقى وكل بساطة اقوله بعد ما تعمل call.answer هقوله call.on stream او مثلا نسميه او هو event اسمه stream فيه بقى البراميتر التاني بقى ال callback function بتاعتي هتاخد مني براميتر هسميه مثلا received stream عشان يعني ما تلغبطش بينه ال stream بتاعي اجي نقولك received stream ونروح لل function اللي انا هعرضه عندي في الصفحة طيب ده كده بالنسبة لل receiver المفروض برضو اعمل نفس الكلام بالنسبة لل اه للسندر بتاعي انا هنا قلت له beer.call فاحفظه ال variable هقوله let call بيساوي طبعا هنا let call بيساوي beer.call واجه هنا هقوله نفس الكلام ده call.on stream لما يجي لك stream طيب هعمل ايه؟ المفروض ان انا هنا هعرضه في الصفحة وهنا برضو هعرضه في الصفحة فانا هعمل function هي اللي بتعرضه في الصفحة فانا هعمل function هي اللي بتعرضه في الصفحة فانا هتعرض الفيديو بتاعي في الصفحة عندي بدلا ما اقرر الكود هنا واقرره هنا هعمل function اسميها مثلا show video call وهي هتاخد stream بتاعي واجه هنا بقى نشوف فانا هعرضه في الصفحة ازاي وطبعا انا هنا كل انا هعمله هقوله بس show video call ده الفانكشن بتاعتي نفز للفانكشن اللي هي show video call طيب جميل اول حاجة انا هاخد ده المفروض ان انا هعرضه في video tag video tag ده tag نضاف في الزر html5 بيمكنك ان اقتربت فيديوهات عندك في صفحة html هقوله هنا let video بيساوي document dot create element create element من اسمه انا بعمل element جديد طبعا انا ممكن اكون اعمل element عندي في صفحة html واعمله select جوه الكود بتاع الجوابسكريبت عادي جدا مفيش اي مشاكل لكن انا هنا هعمل element بالجوابسكريبت وبديله اسم التاج اللي انا عايزه واقوله video ده كده لو انت عامل element عندك في الجوابسكريبت هتقوله document dot get element by id وتاخد ال id بتاعك طيب جميل بعد كده هقوله video dot source object source object ده بروباليتي جوه الفيديو تاج بتاخد مني ال stream اللي انا هشغل من خلاله الفيديو انا لو قفت على كده بيقولك ده media stream او media source او bloop اقوله هنا اخد ال stream بتاعي ده ال stream اللي انا عايز اعرضه عندي في الصفحة بعد كده هقوله body او document dot body document dot body عشان اوصل لل body بتاع الصفحة بتاعتي dot append عشان اضيف حاجة انا عايز اضيف حاجة جديدة في الصفحة بتاعتي او ده فانسور جديد في الصفحة فبس تقدم function اللي هي append هقوله append للفيديو وفي النهاية اقوله video dot play اعمل لي play للفيديو يبقى انا كده بجيب stream بتاع اليوزر التاني وبعارضه عندي في الصفحة اول حاجة عملت video tag بعدين حددت source object بتاعه وبعدين عملت له append طبعا لو انت عمله في html مش هتحاجة انت هتعمل append للbody والجزء ده اقولنا زي ما قلنا هيبقى document.getElementById او تعمله select باي طريق انت عايزة كده انا جهزت الكود بتاع الفيديو كود تعالوا بقى نجرب ونشوف هل الكلام ده يشتغل ولا لا علاءة اعمل save ادبقى نقوم هنا reload وهنا reload هاجه هنا هاقول له video call طبعا انت هايزهر لك هيقول لك هنا كده فهو يطلب منك برميشن انت تسمح انه يعمل اكسس للقاميرا والمايك حسب ما انت محدد انت عايز الفيديو ولا الاوديو لو عايز الاتنين فهو يطلب منك الاتنين بعد ما تسمح برميشن هتلاقي ظهر لك هنا كده علامة الفيديو ومعنى كده انت مستخدم الفيديو طيب هو ليه ما ظهر ليش اي حاجة هنا لو جينا نفتح البراوزر التاني هنلاقي برضو انه الفيديو شغال يعني ظهر العالمة دي معنى كده ان الفيديو شغال بس الزهر اللي هنا كده بيقولك DOM EXPTION وانا اقولك SHAD.js وفي السطر السبعين تعالوا نشوف السطر السبعين ده بيقولي عندي هنا السطر السبعين بيقولك CONSUR.log الارر لو في اي اي ايرر عندك وانت بتجيت الميديا دفايس بتجيت اليوزر ميديا اه اي حكاية الارر ده انا عندي هنا انا شغال جوجل كروم والقبرة على انهم اتنين client مختلفين او او اتنين users مختلفين بس الاتنين شغالين على نفس الجهاز لما انا عملت كول من جوجل كروم هو فتح القمرة واستخدمها طيب اوبرا يجي يفتح القمرة هو دلوقتي receiver فهيحاول بقى يوصل للقمرة بتاعت الجهاز يلاقي انها مستخدمة اصلا فعشان كده ظهر لي في الاوبرا DOM EXPTION قالك DOM EXPTION هو طبعا لو انت مطبعتش الارر يعني لو انت شلت السطر بتاع الارر ده يظهرت بقى الارر نفسه على حقيقته هيقولك ان انا مش قادر اوصل اوصل للميدا ديفايس بتاع اليوزر فهو مش قادر يوصلها عشان هي مستخدمة فما انفعش اتنين application يستخدموا القمرة في نفس الوقت او يستخدموا اي ديفايس في نفس الوقت فعشان كده ظهر لي عندي في الاوبرا DOM EXPTION لكن لو انت شغلت الاثنين على اتنين ديفايس مختلفين هايبون الاثنين شغل hired كابتو الفل اشغلهم على اتنين ديفايس مختلفين aca اوه وتفتح الوص من اي جهازين عادي هيبقى نفس السيرفر تقدر تفتحه من اي عدد من الاجهازة بس هنا بقى في ملحوظة عشان تقدر تستوصل لليوزر ميديا او الميديا ديفايسز او اليوزر ميديا ديفايسز ايا كان دائما بنسى اسمها ايا كان عشان توصلها لازم الموقع بتاعك يكون شغالة على بروتوكول HTTPS مش بروتوكول HTTPS نخلي بدنا من الملحوظة دي احنا قبل كده عملنا ديبلوية على هروكو هروكو شغال على HTTPS هو اوتوماتيك بيديلك HTTPS فانت شوف حسب الهوست اللي انت ترفع عليها لازم تبقى شغال HTTPS لو انت مش شغال HTTPS بتعمل انستول حاجة اسمها SSL Certificate شهادة SSL دي اللي بتحاول البروتوكول بتاعك من HTTPS اللوكال هوست شغال على HTTP لكن اللوكال هوست استثناء لان اللوكال هوست ده حاجة development فانا مش شغال اقارف انه لازم يسطب SSL Certificate عنده على الجهاز والكلام ده يبقى ابسط حل اللي انت ترفعه على هوست بتدعم HTTPS لو انا عايز اختبر الكود بتاعي مش كل شوية عادي اعمله دوبلوية على الهوست والكلام ده اعمل ايه؟ انا عايز افتح اللوكال هوست بتاعي في اكتر من جهاز عشان تفتح اللوكال هوست بتاعك في اكتر من جهاز لازم يبقى كل الجهازة دي موجودة على نفس الشبكة متوسلة بنفس شبكة الواي فاي وخلي بالك شبكة الواي فاي مش شبكة اللان يعني ما ينفعش ان انت مثلا جايب سلك من الراوتر وموصلها عندك في الجهاز وتعمل هو تضبط بالجهاز بتاعك لا ما ينفعش كده بلازم الاتناعن يبقى على نفس الشبكة الواي فاي يعني انا جربتها لا نفعتش يعني انا كاصلا انا شجّلت طبيعة شغلي الليıyor بسلك لان فلما جربت عمل هو تضبط باه resonance بالله ويفتحه من التليفون اوصل للوكال هوست تاعك من التليفون قلي انا انفعش كانت المشكلة ان انا سستخدمS كان لازم الاتناعن يبقى على نفس الشبكة الواي فاي طيب بعد كده هتعمل ايه؟ بعد المهاية انتهت وانت اكتد ان الاجهزة متوصلة على نفس الشوكة الوفاية عشان تفتح الـ localhost بتاعك من الجهاز الثاني هتفتح الـ cmd وكل اللي انت هتعمله هتقول له ipconfig هتشغل امر ipconfig لما تشغل الامر هيجيلك هنا حاجة اسمها ipv4 address الـ ip address بتاعك الـ ip address بتاع الجهاز بتاعك ده اللي هتدخل عليه من الجهاز الثاني انا عندنا 10.0.0.20 فانت هتجي على الجهاز الثاني هتقول له هتفتح الـ browser عادي وتدخل على 10.0.0.20.3000 اللي هو الـ port بتاعك ايا كان بقى الـ ip بتاعك يعني انا ده الـ ip بتاعي فانت هتكتب الـ ip بتاعك وتدخل عليه من الناحية الثانية يبقى انت كده قدرت ان انت تعمل connect من الـ device الـ device الثاني على الـ localhost بتاعك تعمل share للـ localhost طيب زي ما قلنا الـ localhost شغال على HTTP فلما تريد تفتحه من الناحية الثانية هيفتح HTTP مش HTTPS فانت لازم تخلي النود سيرفر بتاعك HTTPS طيب بس زي يخلي النود سيرفر بتاعك HTTPS بكل بساطة لو انت جيت في جوجل وكتبت مثلاً نود جي اس نود جي اس نود جي اس نقول لك اول حاجة تقول له open SSL مش عارف ايه ده كده الاوامر دي عشان تعمل generate للـ SSL سرتيفكات شهادة الـ SSL اللي احنا قلنا عليها عشان اصد طبع عندي local وقدر ان انا نحاول الـ domain بتاعك من HTTP لـ HTTPS اعمل بحث عن open SSL اكتب install open SSL locally او اي ان كان وشوف ازاي تعمل generate open SSL المهم انت في النهاية هتطالق عندك ملفين ملف اسمه key.bem مش عابط انت ازاي وسيرت.bem سيرت اللي يختصر لـ certificate و key اللي هي الـ key بتاع الجهاز بتاعك او الـ host بتاعك الملفين دول هو دول انت محتاجهم عشان تعمل generate للـ SSL طيب ده كده الكود اللي بيعمل create الـ HTTPS server باستخدم موديول HTTPS بدل الموديول HTTP يعني قلنا نعمله هاجي هنا كده هقولوا بدل ما تستخدم HTTPS اقول لا استخدم HTTPS وبدلوا هنا اول براميتر عندي هيبقى الـ options بتاعتي وتاني براميتر هو الـ express application او الـ function اللي بنفزها يعني بقول لك هنا الـ options ايه الـ options دي الـ options بقول لك عندك حاجة اسمه key وحاجة اسمه cert الـ key والـ cert كما بتاعتهم fs.readfilesync fs file system ده الموديول اللي بيمكن الـ node.js انها تتعامل مع الملفات اللي موجودة على النظام بقول لك في عندك فانكشن اسمه readfilesync في readfile و readfilesync readfile شغلها asincrenance لكن readfilesync شغلها من اسمها كده synchrenance و بتدوله هنا مصار ملف الـ key.bim طبعا انا هتاخد الملفات وتحطها عندك في الـ project او في فولدر project و برضو insert نفس النظام و هتقول له create server و تدوله الـ options و الـ function متعتك او الـ express application وفي الاخر تعمل و انت بتدخل على الـ host او على الجهاز او على السيرفر بتاعك على الـ link من الموبايل احنا قولنا انت هتكتب الـ IP و تقول له النقطتين والـ port بتاعك اللي هو 3000 خلي بالك ان انت لازم تكتب في الاول HTTPS نقطتين وتكتب الـ IP بتاعك لازم تكتب HTTPS بايهدك لانه لو مكتبتاش هيدخل على HTTP وطبعا انت مش مشاركة الحاجة التي هي HTTP ده كده الفيديو كول وحوار الـ web RTC طبعا الـ web RTC مكتمل فيديو كول اوديو كول اي حاجة انت عايزة وبرضو ما نساش يعني يؤكد عليها تاني انا جيت هنا استخدمت بس تقول له فيديو بترو لكن انت هتقول له فيديو ترو و اوديو برضو بترو لازم تشغل الاتنين لان انت فيديو عايز فيديو و اوديو مش عايز فيديو بس طبعا لو انت اوديو كول هتقول له بس انا عايز الـ audio ده كده حوار الفيديو كول و الـ web RTC ودي اخر حاجة هنعملها في البروجيكت التاعنا كده خلصنا البروجيكت في الفيديو الجاية هنقول بس شوية ملاحظات كده على السريع وافقار ممكن انت تضيفها تتضرب عليها وكده يبقى البروجيكت خلص نشوفكم الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته